أهلاً فيكم حبايبي برج القوس رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر أو من وقت ومشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمر الضالي وأيضاً تقبل العكس يعني ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك إذا أنت عم تتابع لبرج القوس crosswatching يعني أو عم تتفرج على برج القوس ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تشابه طاقتك طبعاً مثل دائماً خذ من القراءة الإشي اللي بتحس أنه بيفيدك لأنه قراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع فاخذ من القراءة الشي اللي بيفيدك ممكن يكون فيه رسالة ميسيج إشي معين بيفيدك واترك الإشياء اللي البعية ما تحاول أنه تخلي القراءة تنطبق عليك مئة في المئة لأنه مستحيل هاي possibilities وتوقعات للآخر أوكي حبابي برج القوس رح نبلش بطاقتك أول بعدها رح نشوف طاقة الحبيب طاقة الشريك خطواتك في المستقبل خطواته أيضاً هو في المستقبل وشو ممكن يكون ما تصير العلاقة بينكم أو ما تصير التواصل بينكم وبشو رح ينتهي يعني وإذا فيه إشي يبدن نوضحه بالقراءة رح نسحب كروت نوضيحية لحتى نوضحه طيب نملش بكروت نصيحة أول لبرج القوس برج القوس عم شوف أنه أنت حالياً عم تجهد حالك ممكن بالوضع العملي أو بالوضع المادي وفي عندك إشي عم يجهدك أو عم يتعبك وعم يأثر أيضاً على جسدك الوضع عم يأثر عليك من الناحية العقلية وأيضاً من الناحية الجسدية فكروت النصيحة بتحكي لك أنت بتحتاج حالياً إلى وقت مستقطع وقت للراحة نحكي لك انتظر أو خلي الأمور تيجي متل ما تيجي خليك في وضع تراقب الوضع حالياً أو تراقب حتى الحبيب حالياً أو الشريك اسمح للوضع أنه شوي شوي ينفتح بينكم أو شوي شوي تكتشف إشياء عن العلاقة أو نبين أنه أنت متسرع حالياً أو بدك إشي بسرعة حالياً يعني بدك هلأ هلأ في شخص في حياتك أو في إشي بحياتك معين عم يجهدك عقلياً وإنت بدك يا بدك بدك تحقق هلأ بس الكروة النصيحة بتنصحك أنه يعني تتمحل تستنى لأنه في بداية جديدة رح تيجي عندك حالياً أنت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون أيضاً مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبين هالشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها وإذا أنت خايف من العلاقة بينكم أو خايف من الارتباط مع هالشخص أو خايف منه أنه الأمور تكون بينكم جدية عم تشوف أنه بيحكي لك هون في حماية إلهية لإلك أو معك يعني القون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حالياً والوضع بينكم مش رح يكون عم تشوف يعني رح يكون في بينكم احتفالات رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة لأنه تحكي عن فان تايمز أو أوقات مريحة ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي أكتر من ما هو جدي يعني في عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاؤل فقط بدك تتمحل ورج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هيري كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت برج القوس في حالياً عم تمر بتستنج اريا أو بخطرة امتحانات أو اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون انت حالياً عرضة إلى التمتيشنز أيضاً أو حالياً انت ممكن تكون عرضة إلى إغراءات الحياة أيضاً بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون انت حالياً محوط بعادات سيئة سواء كانت من لست أو شغف تجاه الشخص أو أشياء يعني أو علاقات جنسية أو سواء كان من ادمان على مخدرات أو أشياء مثل هيك بدك تنتبه من أي تمتيشنز أو أي إغراءات لأنه انت حالياً عم شوفك بمطرح محدود فيها إلى إنه إذا مش هيك الوضع بالنسبة لإلك في شخص بحياتك حالياً انت منجذب جسدياً لإله بطريقة كتير عالية عم تحس إنك مربوط فيه روحانياً عم تحس إنكم مقيدين أو مربوطين ببعض ولكن عم شوفك فيه نقطة أو فيه وضع صارم أو فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني فيه نقطة عندك هون في عندك الستيك هاي وعندك السيفون يعني أنت ماسكهم ومش استعدت تنازل عن قرار أو عن اختيار أنت اخترته عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية أو كتير منطقية برغم المشاعر اللي أنت عم تحس فيها عم شوفك إلى إنه عم تتخذ الطريق العقلاني أو عم تتخذ طريق تحليل الأمور أكتر بما إنه تعتمد على عواطفك بالنسبة للحبيب أو الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس إنه انظلم لأنه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن بالأخذ والعطاء وهو بيحس إنه للبعض منكم اللي منفصلين هو بيحس إنه ما كان فيه توازن بالأخذ والعطاء بالعلاقة هو اللي كان بيعطي أكتر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة أو وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه عم بشوف أيضا إنه هو ممكن يكون أكبر منك بالسن في بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو أكبر منك بالسن أو ممكن أنت بتحس إنك ممكن تعتمد على هالشخص أيضا بمعنى إنه تحترم بتحترم قراراته أو بتحترم آراءه أو هالشخص أثبت لك إنه هو متوازن بيأخذ القرارات أو بيحلل أيضا القرارات بطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف إنه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي بالنسبة لخطواتك أنت بالمستقبل عم شوفك في عندك أمنية ممكن بدي أحكي على الأبراج اللي عم بتعمل معها لأنه دائما بنسى الأبراج أبركز على الطاقة أكثر من الأبراج الأبراج اللي ممكن عم بتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان أبراج هوائية أيضا في عندك برج الجوزع والغالبية أبراج هوائية أبراج مائية بس بتوقع هوائية لأنه الميزان هوائي الجوزع هوائي فبتوقع البرج اللي عم تتعاون معه يكون هوائي أو في كتير طاقة هوائية بيعنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل أنت عم تشوف هالشخص عم تعتبره سول ميت أو عم تعتبره رفيق درب أيضا بالمستقبل برج القوس راح تلحط بمطرح إنه بدك تختار بين شيئين أو بين شخصين لأن الـ بيحكي على سول ميت ولكن أيضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين أو بين شيئين مثل Two of Pentacles الجوغلر فهالكارت بيشبهه إنه بالمستقبل راح تنحط بمطرح إنه لازم تختار بين شيئين أو بين شخصين وإنت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا أو عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالإنرجي ما بدك تختار قرار حاليا ولكن عم شوفك عم تبعد عن إشي معين أو بالمستقبل في نوع من الـ الـ إنت عم شوفك أنت متفائل أكتر بالوضع لأنه عندك طاقة تشبه طاقة برج القوس كتير لأنه برج القوس دائما متفائل سريع إذا صار أي إشي بسرعة 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 بتتعافى منه فطاقتك بالمستقبل عم شوف إنه أنت يعني بدك تاخد صعب عليك إنك تاخد قرار لأنك بدك الأمور تظل كتير عفوية ما بدك الأمور تكون جدية وإنك تاخد قرار بين شخصين أو بين شيئين يجي يعني كتير جدي يحتاج طاقة كتير سعر ما منك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق أو أمنية بدك تحققها ممكن أيضاً عم تتجاهل مشاعرك أنت ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق أكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن عرض حب أو عن شخص اعتبرته أمنية بحياتك أو كان بدك توصل إله ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لأنه بتحس إنه صعب أو صار في بينكم بلوك أو صار في بينكم عائق كبير مش عارف أنت تحله هلا بالنسبة لطاقة الحبيب أو الشريك بالمستقبل عم شوفه عنده إمبيثي عنده تفاهم أكتر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى أنت عم تتعامل مع شخص عنيد وبدو العدالة ممكن هالشخص بدو اعتذار منك أيضاً لأنه عندك five of swords فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل عم شوفه هون ما بدو يتنازل عن رأيه لأنه عم يحس إنه أساساً من البداية انظلم بإشي معين أو أنت ظلمته أو العلاقة بينكم ظلمته عاطفياً فهو بيحس إنه بدو نوع من الاعتذار أو بدو عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة أيضاً هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكي معه على أي شيء أي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير وبيدرسها كتير طيب بدنا نشوف إنت هل بتعد عن هالشخص يعني أو بالمستقبل هل رح تقرر إنك تبعد عن هالشخص بعلاً أو هل إنت في طريقك إلى هالشخص يعني كيف الكون مرتب لك الأمور بدنا نشوف أول إشي طيب هم شوفك أنت بدك وقت مستقطع هم شوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص في عم شوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك لأنه هون بيحكي لك سلو داون ذكرت النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها سلو داون بدك تتمحل قبل ما تاخد قرار فأنت بالفعل بدك تتمحل لتاخد قرار لأنه عندك فوروف سوردز هون فترة أنت وهو بنفس الطاقة إذا بتركز نفس الكرت إجاكم بس هو حاليا بها الطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بها الطاقة أنت ممكن تكون مشغول بإشياء حاليا بحياتك ولكن في المستقبل أنت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني أنت اللي رح تستشفي أو بدك وقت مستقطع طيب بدنا نشوف يعني نبين أنه أنت بدك تبريك من الوضع بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة أو بالتواصل اتجاهك أو شو هو العائق بينكم؟ يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل أكثر بشكل عام فهالشخص بدو تواصل معك أم شوف وبدو بدايات جديدة معك ولكن أم شوف أن البدايات الجديدة اللي هالشخص بدو إياها بدو تكون ملموسة يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب ما بيحب الحكي وبدو الإشي تكون منصفة يعني العلاقة بدو إياها تكون جدية بينكم عم شوف أيضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن أنت تكون برج القوس محوط أو حواليك أشخاص كتير أصدقاء كتير وهالشخص عم يحس إنه في منافسة بينه بين الأشخاص الأخرى وشان هيك هو استحب حاله بين العلاقة عم شوف هون أو عم يحاول يبعد لأنه هالطاقة مش كتير بتعجبه أيضا بيشوف إنه الحكي دائما بينكم لأنه هاي ورقة التواصل ورقة communication فالحكي دائما بيشوف بينكم كل ما بيصير فيه بداية جديدة بيصير فيه بينكم تاتش مشاكل نزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي بيشوفك هالشخص متهور بالحكي أو سريع بالحكي أو ما بتفكر كتير أو ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي وأنت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول بما إنه هو مبين إنه برج هوائي فبيحب يحسب كل إشي قبل ما بيحكي فيه فعم شوف إنه إنتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير فيه بينكم حكي بالفترة القادمة إلا إنه عم شوفكم عم تستشفوا وهالشخص عم يحس إنه نضلم معك أو هو كان كتير جدي بالعلاقة وإنت كنت عفوي مثلاً لأنه مبين إنه فيه أوراق مختلفة بينكم أوراقك أصغر من أوراقه فهالشخص أيضاً عنده تخوف من إنه يقوم بأي خطوة أو يصير في بينكم أي طوارق بالتواصل لأنه دائماً كل بداية جديدة بيصير فيها كونفليكت وبيصير فيها تتش بالتواصل فإنتو في عندكم عدم تفاهم أم شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج إلى مرونة من برج القوس بيحتاج منك إنك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط أي إشي بتحسه بتحكيه على طول يعني ممكن إشيه أنت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الآخر أو تحسس منها الطرف الآخر وعم شوف الطرف الآخر بيحتاج إنه يكون منفتح أكتر بدل من طاقة الهدوء أو عدم الحكي بده يعبر أكتر فعم شوف إنه بالمستقبل أفضل إشي الطاقة المشتركة بينكم أفضل إشي اللي ممكن تساوه حالياً في المستقبل إنه تركزه كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث أو الحكي اللي تحكيها مع هالشخص لأنه القنفلكت بينكم أو النزاع بينكم أو الأمور الصعبة بينكم لأنه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث أو من ناحية الحكي إيموشنلي عاطفياً كتير قريبين من بعض روحانياً كتير متصلين ببعض بس عقلياً الحكي بالتفاهم العقلي كتير في بينكم خلاش صدام تصادم في كتير بينكم تصادم فأفضل حل بالمستقبل إذا صار بينك وبين هالشخص لقاء أو حديث لأنه مبين أنه أنت بدك معه بداية جديدة وهو أيضاً بده بداية جديدة ولكن دائماً بتنتهي بنزاع أو بـ فهو خايف إنه يتخذ قرار فالأفضل إنه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص أوكي حبايبي برج القوس بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قاعداً شكراً